استناد رئيس المجلس الرئاسي على قانون الطوارئ في مطالبته بفتح منظومة النقد الأجنبي إجراء غير صحيح ولا علاقة له بقانون الطوارئ هكذا قال محافظ مصر في ليبيا المركزي في كتابه الموجه إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمؤرخ بتاريخ الثلاثين من إبريل ذات التاريخ الذي وجه فيه رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مطالبته للمحافظ بالشروع في بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية على وجه السرعة داعما طلبه بسلاحياته الاستثنائية في حالة الطوارئ المفروضة الكبير لجأ إلى الأعلى للقضاء للفصل في خلافه مع رئيس المجلس الرئاسي واصفا المؤسسة القضائية بطوق النجاة الداعمة لاستقرار الدولة ونوها إلى أن أعلان حالة الطوارئ جاءت لمواجهة وباء كورونا فقط ولا يبيح استخدامه لتمرير قرارات أخرى مشيرا إلى أن هناك مخاوف من انحراف تطبيق قانون الطوارئ عن مغزاه ما قد تكون تداعياته أخطر من وباء كورونا وفق نصر رسالة وفي ظل حالة الترقب التي تسود السوق والشارع لرد المصرف المركزي بشأن استئناف بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية يغيب حتى الآن الرد على رسالة رئيس المجلس الرئاسي بينما تحمل رسالة الكبير للأعلى للقضاء رسائل قد تكون بمثابة إجابة على التساؤلات بشأن الأغراض الشخصية المحافظ يبدو أنه ما زال يتمسك بنفس توجهه الذي ورد في أغلب بياناته ورسائله السابقة فيما يتعلق باستنزاف النقد الأجنبي في ظل إغلاق النفط وانهيار أسعاره العالمية مؤكدا على وجهة نظره التي تتمثل في المحافظة على الاستدامة المالية للنقد الأجنبي في ظل هذه الظروف وبعد سقوط سعر صرف الدولار في السوق الموازية عقب رسالة السراج من حوالي 6 دنانير ومئة درهم السبت الماضي إلى 5 دنانير ونصف الدينار عدى سعر الصرف إلى الصعود مجددا تزامنا مع غياب الرد ثم تسريب رسالة الكبير للأعلى للقضاء متجاوزا ال 6 دنانير وربع دينار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر